اشتركوا في القناة الوجل والإشفاق فلا يدر العبد في أي الدواوين كتب ولا إلى أي الفريقين يساق فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق أما بعد فقد وقفنا في المرة الماضية مع جزاء هؤلاء المحاربين الذين يقطعون الطريق ويخيفون الناس ويتعرضون لأموالهم ويسفقون دماءهم ذكرنا قولا بأنها نزلت في قوم من عكل أو عرينة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقول ثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول نزلت هذه الآية في المشركين نزلت هذه الآية في المشركين أي هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا قال أما المؤمنين فإنهم وإن تابوا لأن الله قال بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني إذا فعلوا ذلك ثم تابوا قبل أن يقدر عليهم فليس عليهم سبيل قال أما المؤمنين فإنهم وإن تابوا قبل أن يقدر عليهم لم يمنعه ذلك من أن يقام عليهم الحد الذي أصابوه يعني سرق ثم تاب هل يترك؟ يقام عليه ذلك الحد الذي أصابه قتل ثم قال تبتو يقام عليه الحد الذي أصاب فكان يرى أن هذه الآية إنما نزلت في المشركين والصحيح غير ذلك أن هذه الآية على عمومها لأن المشرك تقبل التوبة منه قبل أن يقدر عليه وبعد أن يقدر عليه كما قال ربنا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لما جاء عمر بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبسط يمينك فل أبايعك فبسط النبي يده فقبض عمر بن العاص يده قال ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله أردت أن أشترط قال تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله فالإسلام يهدم ما كان قبله فذلك المشرك تاب قبل أن يقدر أو بعد أن يقدر فيتوب الله رب العالمين عليه فإذن لا فائدة أن يقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فالآية ليست فيهم على الصحيح ولم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه العقوبة أقامها رسول الله على أحد من المشركين بل قال النبي لعمار لما قتل ذلك الرجل قال يا عمار أقتلته بعد أن قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا قال أفلا شققت عن قلبه فهذا تاب بعد أن قدر عليه لما رأى السيف قائما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فإذن الآية ليست فيهم وإنما في جماعة قطعوا الطريق وأخافوا الناس فبين الله رب العالمين جزاءهم لهم خزي في الدنيا وفضيحة وإهانة بذلك العقاب ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ولم يقتلوا ولم يسرقوا وإنما تابوا فقط من إخافة الناس ورجعوا وندموا فاعلموا أن الله غفور رحيم ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حكما آخر يتصل بهذا الحكم بحكم الحرابة وقطع الطريق ألا وهو حكم السرقة فقال ربنا جل ذكره والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله ولم يقل الله والسارق والسارقة فقطعوا يديهما لأن الإنسان له يدان وليس له أيدي وإنما جمعها لأن العرب في لغتها تكره إضافة ضمير التثنية إلى التثنية فقال فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله السرقة وأن يأخذ الإنسان مالا في خفاء وحيلة أن يأخذ الإنسان مالا في خفاء وحيلة وفي الشرع أخذ البالغ العاقل فإذا أخذ غير البالغ وغير العاقل لا تنطبق عليه أحكام السرقة أخذ البالغ العاقل مقدارا مخصوصا من المال في خفاء من حرز معلوم بدون حق ولا شبه أعيد التعريف أخذ البالغ العاقل مقدارا مخصوصا من المال في خفاء من حرز معلوم بدون حق ولا شبه لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سرق الإنسان مقدارا من المال فلسرقة نصاب ليس كل سارق تقطع يده وإنما لابد أن تنطبق فيه هذه الشروط المذكورة بهذا التعريف الجامع المانع أن يسرق مقدارا مخصوصا من المال اختلفوا في هذا المقدار فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ربع دينار يسرق السارق ربع دينار الدينار عبارة عن أربع جرام ربع من الزهب يعني يسرق ما يقدر بجرام من الزهب إذا سرق هذا المقدار أو أكثر يقام عليه حد السرقة وذهب الأحناف إلى أنه عشرة دراهم ولكل فريق أدلته ولكل وجهة هو موليها استدل الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا واستدل الأحناف على ذلك بأنه أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة دراهم وإن كان في سند الحديث ضعف ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فعشرة دراهم أكثر من ربع دينار فاحتياطا قالوا نأخذ بالعشرة لأن الحدود تدرأ بالشبهات وهذه شبهة تدرأ الحد فإذا سرق إنسان هذا المقدار في خفاء وكان المال موضوعا في حرز ليس متروكا هكذا ولم يحفظه الإنسان في مكانه الذي يوضع فيه أن يؤخذ من حرز بدون حق ولا شبهة يقام على السارق في هذه القالة هذا الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وربما يستنكر بعض الناس كيف يقام عليه هذا الحد وكيف تقطع يده كما قال بعض المنكرين وقالوا هذا فيه بشاعة وهذا فيه شدة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله فيقول هذه اليد إذا اعتدي عليها إذا اعتدى عليها إنسان فقطع لإنسان يده أو أتلف يده أو أصابها بعدم العمل فإن دية هذه اليد دية هذه اليد خمسمائة من الذهب فكيف يعتدى عليها لأنها سرقت ربع جرام من الذهب ربع دينار فقالوا يد بخمسمائين من عسجد وديت بخمسمائة دينار من الذهب ما بالها قطعت في ربع دينار تعجب ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار فقال الإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى لما هذه اليد كانت عزيزة لما كانت أمينة كانت عزيزة فلما خانت هانت لما كانت أمينة كانت عزيزة وكان لها هذا المقدار العظيم فلما خانت هانت فقال سبحانه وتعالى فقطعوا أيديهما جزاء وعقوبة نكالا وخزيا لهم بما كسب نكالا من الله عقوبة منه جل جلاله نكالا من الله والله عزيز حكيم ومن العجيب ومن العجيب ممن يقرأ كتاب الله ويتدبر مام الأصماعي رحمة الله عليه قرأ هذه الآية الكريمة يوما عند أعرابي لا يحفظ القرآن فقال جزاءا فقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبان كالا من الله والله غفور رحيم فتعجب الأعرابي وقال ما هذا قال هذه آية هذا كلام الله قال ما هذا بكلام الله فأعاد الأصماعي الآية جزاءا بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم قال هذا كلام الله قال يا أعرابي أتحفظ القرآن قال لا قال فكيف عرفت قال لأنها لو كانت والله غفور رحيم لما تناسبت مع الآية لأن الله قال فاقطعوا أيديهما لكنه جل جلاله قال والله عزيز حكيم لأنه لو غفر فرحم لم قطع ولكنه عز فحكم فقطع فسبحان من هذا كلامه جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ثم دعا عباده إلى التوبة إليه حتى وإن وقعوا في الموبقات وإن وقعوا في المعاصي والسيئات فمن تاب تاب الله رب العالمين عليه فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة ترضيه عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة